اشتركوا في القناة حرام ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل منظومة في حياتنا اسمها منظومة التكامل الاجتماعي حتى في الزكاة الله سبحانه وتعالى لما جعل الزكاة زي ما حدث النبي بيقول تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فأول حاجة ان احنا لازم نعرفها ان هو دا اللي فهمه سيدنا عمر فسيدنا الإمام عمر هو أول من اجتهد في أخذ هذه الضرائب و دفعها للمصلحة العامة لأنه كان مقتنع ان فيه واستدل طبعا واستدل بكثير من الآيات التي تدل على أن هناك حق في الأموال غير الزكاة وبالمناسبة سيدنا عمر لما فرض هذه الزكاة إيه اللي حصل لما فرض هذه الزكاة بأبي سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا؟ جمع واستشار الصحابة فكانت دي من السنن التي سنها سيدنا عمر التضامن الاجتماعي بقى لازم نعرف ان التضامن الاجتماعي دي فريضة وتعاونوا على البر والتق ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ده أمر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إحنا عندنا ما يسمى بالحاجات العامة وعندنا ما يسمى بالموارد الاقتصادية التي فيها إرادات عامة بتصل إلى الدولة الفرق بينهم بيعمل مشكلة في الميزانية فما إيه اللي هيحصل؟ لو ما فيش ضرائب إيه اللي هيحصل؟ الناس هتموت من الجوع ومش هتقدر الدولة تقوم بأهم حاجة بالتعليم ولا بالصحة ولا بالأشياء اللي الناس ما بيدفعوش فيها أموال وبتكون بشكل مجاني أو شكل مدعوم يبقى إذن الدرائب بتوزن الميزانية وبتخلي ما يسمى يؤخذوا من فقرائهم ويؤخذوا من إغنياهم ويتردوا على فقرائهم بس المصالح دي مش مصالح بتكون للأغنيا بس للكل فعشان كده بتكون الزكاة هكذا ولذلك في حديث عن فاطمة بن قيس قالت سألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة الحديث ذا في الترمزي وفي سنن كمان أبي داود ثم تلقى الله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه زو القربة والأتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب نقفة وأقام الصلاة وآت الزكاة طب يبقى إيه اللي حاصل كده يبقى فيه تكرار ليه في تكرار الله سبحانه وتعالى يقول وآت المال على حبه مش كده وبعدين يجي في خاتم هذه الآية في خاتم هذه الآية وأقام الصلاة وآت الزكاة يبقى إذن هناك حق آخر غير الزكاة يبقى فيه شيء تاني يدفع غير الزكاة للمصلحة المسلمين وإحنا عندنا قاعدة مهمة جدا أنا أعرف أن بعض الناس ممكن يقولوا طب ما إحنا كده بناخد من الناس بناخد من الناس عشان الشأن العام وإحنا عندنا قاعدة فقهية مهمة جدا 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 بتقول إيه أنه يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى ينص على ده الإمام السيوطي في الأشباة والنظار وغيره من الأئمة الذين صنفوا في القواعد الفقهية يعني إيه يعني بيقولوا أن الضرر الأدنى اللي هو يتحمل يتحمل الضرر الخاص اللي هو أخذ المال من الأفراد من أجل ماذا؟ من أجل دفع الضرر العامل اللي هو دفع الضرر العامل اللي هو الدولة إذن وعليه مدامة هذه الدرائب مقدرة بتقدير دقيق يحقق المصلحة فقد وافقت الشرح لأن أعمال وي مسؤوليات ولي الأمر منطب المصلحة فإذا فعل ذلك من أجل مصلحة العامة فقد حدث المراد والذي هو إقرار المصلحة زي ما كان سيدنا شعبي بيقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فإذا كان هذا العمل يحقق مصلحته فهو جائز ويبقى التهرب من الدرائب بعد ذكر هذه الأدلة يكون حراما لأنه يؤدي إلى درر عام على الدولة بأكملها السؤال الثاني بيقول إيه؟ يقول يا دكتور عمر بعد إذنك أنا شاب عمري 25 سنة غير متزوج وغير قادر على الزواج وبتريد آسف في الكلمة بالعدد السرية ماذا أفعل وما نصحتكم أنا نصحتي شوية أمور أول حاجة تعرف إن العادة السرية حرام ما تعملاش ما تعملاش ليه؟ لأن أنت راجل فاهم وقادر أن أنت تتعامل مع نفسك أول حاجة عشان نعالج بقى فكرة العادة السرية أول حاجة أنت لازم تمتنع عن مشاهدة أي شيء مسير بالنسبة لك يعني لازم تبتلع لو أنت مع العادة السرية دي أتحصل لو أنك أنت بيحصل لك أن أنت مش عارف تتجوز وأنا محتاج للجواز ومحتاج لهذه الشهوة لا الشهوة دي يمكن أن أنت تعمل إيه؟ أن أنت تهذبها لأن الله سبحانه قال وَنَفْسِنَ وَمَا سَوَهَا فَأْلَهَا مَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وربنا مدح المؤمنين بأنهم والذين هم لفروجهم حافظوا يبقى أنت لازم تحافظ على هذا الأمر ولا تدعوه إلا في الحلال وده هاته الآية الأساسية اللي استدل بني الناس على حرمة العادة السرية طيب تعالوا نشوف فقا نعمل إيه؟ أول حاجة لو أنت بتشاهد أي حاجة فيها مادة إباحية بتثير شواء لابد أن تتوقف عن هذا ده أول حاجة لأن أصلا مشاهدة الحياة دي في نفسها حرام ثم بيتعقد هذا الحرام ويزداد حرمة لأنها تؤدي بك إلى هذه البلوة اللي هي العادة السرية الحاجة الثانية الحاجة الثانية المهمة كمان اللي لازم نعملها إن احنا نذهب إلى العبادات التي فيها نوع من أنواع تغيير تصورك عن السعادة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الشخص اللي مش قادر على الجواز إن هو يصوم فيجي لي واحد يقول لي أنا مش قادر أصوم آه بس حضرت النبي كان بيشاور على ماذا حضرت النبي كان بيشير ويقدم لنا نموزجا للعبادات التي تهز بالنفس فمسلا على سبيل المثال أنت لو شخص مش قادر تصوم نفترض أن أنت مش قادر تصوم مع أنك شاب بتقول لي 25 سنة وشكرا أن أنت قلت لي يعني عمرك قدي عشان أقول لك الحل المناسب طيب فأنت العبادة الأساسية اللي أنت تعملها عشان تتخلص من فكرة العدد السرية أن أنت تعرف أن أنت تهزب نفسك بالصوم بس خلينا أقول لك يعني إيه الصوم ليه حضرت النبي قال الصوم حضرت النبي ما قالش الصوم عشان هو بيخنق البناء آدم فيبقى بتكرس في نفسك أن أنت الصوم ده بيخنقك لا 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 لأن الصوم بيخليك تخرج من لزة وشهوة فانية إلى أن تكون مع الله وكأن الصوم بيجدد علاقتك بالله فتستحي من الله ليه بقى بتستحي من الله لأن حضرت النبي قال إلا الصوم فإنه لي فلما أنت تكون صائم وتصوم تحس أن أنت دخلت حضرت مولاك وبقيت مع الله فتستحي أن أنت تعمل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة الامتناع عن مشاهدة أي شيء مثير الحاجة التانية أن أنت تبحث عن العبادة التي تكون فيها موصول مع الله سبحانه وتعالى تالت حاجة أن أنت تصوم رابح حاجة أن أنت تغير نمط حياتك دايما الناس اللي بيحصل لهم مسألة العادة السريعة دي بيبقى نمط حياتهم محتاج يتغير محتاج يتغير بالنامج حياتك وتدخل أشياء جديدة تدخل عليك السرور فلما تنام وإنت مرتاح وإنت سعيد بأن أنت حققت شيء ينفعك وينفع حياتك ويدخل عليك السعادة مش محتاج أن أنت تعود ده بشيء بيذهب في لحظة ولا يعود عليك إلا بوجع القلب ويعود عليك بالبعد عن الله سبحانه وتعالى اعمل كده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ويعينك لأن الله سبحانه وتعالى صاحب المدد يا سادة تذكروا أن نهاردة تكلمنا عن حديث من الأروع من الأروع الحديث اللي احنا ممكن نهذب بها حياتنا حديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلمنا على طبع بيحصل في كتير من بشر إنهم لو كان عندهم وديان من مال لا طلبوا أن يكون لهم ودي سارس ولا يملأوا عين أدم إلا التراب املوا قلوبكم بمعرفتكم بحقيقتكم إن الله سبحانه وتعالى احنا كنا في عالم الزر ثم انتقلنا وكنا ترابا ثم أنعم الله علينا بكل هذه النعم فنحن لا نحتاج إلى جشع ولكن نحتاج إلى أن نملأ قلوبنا بالنظر إلى من إذا نظر إلى قلوبنا امتلأ بالشبع نظرة منك يا مولانا تجعلنا ننتقل من تروبيتنا إلى نورك يا رب العالمين املأ قلوبكم بالرضى الذي يفتح لكم أبواب رحمة الله ومدد الله ويخرجكم من أسر النفس واستعبادها التي تجعلكم تعيشون تلهسون خلف أوراق وخلف ألوان ولكن الله سبحانه وتعالى يريدكم أن تحيوا في حضرة المنان الرحمن الذي إذا دخل عليه العبد من باب الفقر أملأ حياته بالعطاء والمدد والامتنان يا حنان أكرمنا في كل زمان ومكان برحمتك يا رحمن اشتركوا في القناة